قوات مكافحة الارهاب تستعد خلال الساعات القليلة القادمة لاقتحام منطقتين مهمتين عسكريا هما بازوايا وكوكجلي حسب قائد العمليات الخاصة اللواء معنا السعدي المنطقتان اللتان تقعان بعد بارطلة يحاول تنظيم التشبث بهما لكن القوات ما ان تستعيدتين كالمنطقتين سيصبح الطريق ممهدا امامها لاقتحام مركز مدينة الموصل من الشرق جنوب الموصل المتمثل بالجيارة ومحيطها اصبح تحت قبضة القوات العراقية لتبقى منطقة الشورى احد معاقل داعش المهمة وخط دفاعاته لبوابة الموصل الجنوبية تتعرض لغارات كثيفة من طائرات التحالف ووابل من القذائف الصاروخية والمدفعية تطلقها وحدات الشرطة الاتحادية التي تحاصر الشورى منذ اربعة ايام ومع انتهاء الاسبوع الاول من المعارك في الموصل تواصل القوات المشتركة تقدمها صوب قلب المدينة من ثلاثة محاور حيث باتت القوات على بعد يتراوح بين ثمانية الى اثني عشر كيلو مترا من المركز